كيف تكون الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير سيبا ميد انتي داندروف شامبو هو شامبو سيبا ميد ضد القشرة يتميز بقدرته على تنظيف فروة الرأس بشكل فعال وبتركيبة آمنة ولطيفة على الجلد كما يعمل على الحد من الحكة والتهيج الناتج عن القشرة الدهنية ثبتت فعاليته في القضاء على قشرة الرأس بنسبة 50% خلال اسبوعين من الاستخدام المنتظم لا يحتوي على صابون او مواد قلوية تؤدي فروة الرأس يحتوي على مركبات مهدئة ومرطبة لفروة الرأس تساعد في تجديد حيوية الشعر يحتوي على المكون النشط والفعال بيركتون أولامين ويعمل على الحد من القشرة والتخفيف من على ما يتهيج فروة الرأس والعناية بها يدعم الرقم الهيدروجيني 5.555 وظيفة الحاجز الطبيعي للوشاح الحمضي الحمضي لفروة الرأس ويساهم في الحفاظ على بنية الشعر طبعاً له كتير من الاختبارات السريري يبدل على فعاليته مكوناته هي ما كتير بتفيدكن ولكن عادة الالماء كبريتات لوريث السوديوم لوري الغلوكوسيد صوديوم لوريد ساركوزينات كلوريد صوديوم لكتات الصوديوم هيدروكسي بروبيل النشاء المعاكسد بريدوكتون أولامين اللي حكينا عنه غلايكول ديستيرايت ومنتجات أخرى هلأ فيه شامبو سيباميد للشعر الدهني دايماً العشرية عادةً بتنوجد عند كتير من الأصحاب الفروة الدهنية لهيك لازم تستخدم الشامبو سيباميد ضد القشرة الوقاية من ظهور قشرة الرأس وما يتعقبها من مشاكل حيث أن البي آش للفروة إذا تغير رح يصير مشكلة مشكلة بالحاجز للفروة ورح يؤثر مباشرةً عادةً طريقة استخدام الشامبو في المجمل يجب ان نضع كمية نضع كمية من الشامبو ونحرق السائل ثم نضع الفروة عادةً في المجمل الفروة الدهنية على اليوم لا الحمام للشعر قد تكون على يومين والثالث العادةً على اليومين والثالث الفروة العادية أما الجافة عادة مرتين بالأسبوع فقط مرتين بالأسبوع يعني تقريباً 3 أيام مع الرابع هذا كان الفيديو الخاص بسيبا ميد الشامبو إن أعجبكم الفيديو عملوا لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس كان معكم دكتور باسم